الشنق الناس تحسب بس سفر أو بس فيزا الشنق الناس تلاقي ارتباطات فيه أمور كثيرة في التملك في الأمور التجارية في فائدة المواطن الكويتي بوجودة أي دولة فتعبت عليها صراحة مع مجموعة فوق أكثر من 6 سنواتها وهو في جانب حكومي مسؤول عننا الحكومة وفي جانب برلماني مسؤول عننا البرلمان لكن التنسيق هذا دستورنا الفصل بين السلطات لا يتعاونهم وليس معادي للحكومة فكان في تعاون في هالأمر خلصوا الجانب أنا خلصت البرلمان الأوروبي تذكروني من كل الجولات وكانت زيارات مثمرة لأننا كنا نقعد مع الاشتراكيين يساريين يمينيين وسط هم يقيمون شنو بالنهاية هم يقيمون لسئلة التي كانوا يسئلوننا عنها الاعدام فأنا لا تستطيع أن تقول الحق الأوروبي قال الله وقال الرسول فشي تقول له لأن أنا مسلم وهذا الكلام يكفيني لكن هو أصلاً ليس معك نفس لا يحمل الله من لتك ولا دينك فما تقدر تقول له فهذا مثلاً لأداما أنا أقول لك شون خلصت كانت لجأة شبه الجزيرة العربية وكان فيها 84 عضو الحضوري يمكن شئي وستين والألماني منصوب قبل طبعاً هذا قبل حتى خروج بريطانيا والفرنسي منصوب الاسباني منصوب لأعدام أحد المواضيع المهمة أن أنتم عندكم أعدام وشون الأعدام فقلت لهم الآن بغض النظر عن رأينا الأعدام أنت كان ألماني اللي يناقشني في الأمر من اللجنة قلت لأسئلك أنا سؤال هل أنت راضاً عن كل القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت من البرلمان الألماني قال لا قلت لأ هل تتوقع أن أنا ولا كل الموجودين كانوا معنا اللجنة موافقين وراضين على كل القوانين قال لك هذه الدموقراطية اللي أنتو تدعون لتطبيقها واللي أنتو تبونها هذه قوانين صادرة من مجلس الأمة أنت اشتبيها نتابع نشيل البرلمان ونطبق اللي أنت تبيه وبعدين نقول دموقراطية ونشيل دموقراطية مرة واحدة ونطلع لقرار يشيل الإعدام هذا قوانين نطالع من مجلس الأمة باتشر صار عليها تعديل يصوت عليها مجلس الأمة فيأمن نكتبي دموقراطية وترضى بنتائجها صح أو لا تفرض علي تقول لي نحترمكم ونقدركم وأنتو مختلفين لأنكم عندكم برلمان حقيقي وعندكم دموقراطية وبعدين تقول لي لماذا دموقراطيتكم طلعتها القانون ولا ذاك القانون هذا أحد القوانين والشق الثاني قلت لأنت في أمريكا فيه ولاية يم ولاية ولاية تقرر لعدام ولاية ما تقرر لعدام أقعدك باختصار الحديث الطويل لأخر ساعات بس هذا المبدأ إن أنا خاطبته بلغته ما أقدر أخاطبه بلغتنا أو الأسباب اللي إحنا يعني أنا أصوت مع القانون لأن الشرع والدين ينص على ذلك نقضى آخر السطر لا تأخشني بس إذا أي بغنع أو أريد إغناء طرف آخر لا لازم أخطبه بلغته فأعدينا مع الموضوع بس إننا لايحي ما تحقق موضوع الشنقل لايحي المغفر ما أتعقق لأن طال عمرك يوم التصويت اللي كان عندنا بفضل الجهود السابقة شبه إجماع تم العدامات قبل يوم التصويت بليلة واحدة نطرها زي أحكام صادرة من 12 سنة زي نطرته 12 سنة عزانين تنطرون سبوع سبوع واحد ضايقك الموضوع أكيد لأنه فيه جهد وفيه مصلحة للناس فيه مصلحة للناس كل ما كان المطلوب منها نذهب رئيس البرلمان والشعب البرلمانية إلى القيادة السياسية يقول لهم ترى باشر في تصويت في البرلمان الأوروبي وبالتالي نتمنى هذا لا تغير شيء ألجأ سبوع يا أخي خلص إذا صوته وانتهى فهم رأوا إيش يحسبون التوقيت متعمد ورأوها إيهانة للبرلمان الأوروبي وإيهانة للدول الأوروبية وأننا نريد أن نعينهم فأعدمنا عدمات من أكثر من 10 سنين جمعينهم حقا اليوم قبل التصويت في البرلمان الأوروبي يوم أسبوع 48 ساعة خلي صوتوا بعدين تعال فبالتالي ما صوتوا معنا لا لا زي انتأجل الموضوع ما صرف رفضوا طبعا قالوا احنا نرفض بعدين حاولوا بعض الهذا أن نؤجل بسبب لأن الممثل البرلمان الأوروبي موجود في الكويت اليوناني قال أنتوا قاعدت هينوني قاعدت هينوني الآن ما في شروط يديدة ولا في أمور يديدة خلاص ذا كل شيء وتملق تناعوني التصويت بس ما يعتاج أنه يستفزك صح هذه وجهة نظر يعني عادل يبي يقول اللي يبي يديش راسب راس مع كل هالدول ومع البرلمان الأوروبي يعتقد أن في ذلك حكمة وحصافة هذا رأيه